نروح لمدام سيدة بس سؤال قبل ما نروح لمدام سيدة عشان عايزة اسمع قصتها كلها عايزة اكتب ريفمي يا دكتور فيه اكيد ناس كتيرة مسنين قاعدين قدام ايه الاكل الصح ليه مش لازم يخصوا اللي يتخلصوا ايه الاكل الصح و ايه اه و ايه الاكل اللي بعيدوا عنه في السن بحاول لك انا بص هيه دايما يعني ملخص كاي بريف برضو بصير عشان فترة الحالة انا مشاكل الناس الكبار الضغط والسكر وقصود صلاة وشرايين في المفاصل تاكل فعال الفقري مشاكل كتيرة جدا من خلال حصاوي كلام لكل هي الفكرة كلها بنا اعتمد على الاغذية نكحة جدا لازم يحتاجها خصوصا ان عملية الهضب في الناس الكبار بتقل فمحتاج حاجة اسمع مكملات غذائية من خلال تغذية نكحة برضو ما بكلمش على خلال الادوية او فيتامينس الاكل الصحي مبدأين اول حاجة مهمة جدا حاجة اسمعها الامجاسوية الامجاسوية الموجودة على اسماك الزيتهية زي السيدين التونة الرنجل مكسرات الامجاسوية حلوة جدا بزبط ضغط الدم تعمل سولة في الدم تعمل الجلطات في الدم مضادة للالتهاب يبقى الامجاسوية من الحياة المهمة قوي اللي موجودة في الاسماك الزيتهية بلاس المكسرات الحياة المهمة جيدة ده نكالسيو انه بيحصلها شيئة ايضا فمحتاج منتجات الالبان بالجبن بالزبادي بالضيد ككالسيو محتاج فور اجزامبل يرفع حسن جهاز المناعة تمام من هنا حاجة اسمها زي البرتقان كبايتامين سي والتفاح محتاج نسبة الياف عالية جدا موجودة برضو في الفكهة والخضار محتاج نسبة عالية جدا اللهم سبحانه محمد سي من حاجة اسمها مضادات الاكسادة اللي هي عمراض الشاخوخة دي في ايه بقى؟ اللي هي موجودة من أول كبايتامين اي وفايتامين الف وفايتامين سي وحاية اسمها البيتا كاروتين وحاية اسمها السليليم والزينك سي مثلا فور اجزامبل تمام؟ محتاج حاجة مهمة برضو محتاج الياف المعرض أن الجهاز الغضم حركته يتقل مع كبير الساك فمعرض للإمساك فلازم ياخد كمية ألياف لا مش قليلة تتمثل في الحبوب الكاملة في البقليات معايا في زي الأمح والرز الكامل والفاصولية واللوبيا والكلام ده كله واللوبيا والفاصولية فيها أوميجا سري يعني برضو يضيفه فبنركز أن الأوميجا سري في الأسماك الزيتين والمكسرات بالركز كفايتامين سي زي اللي هو موجود في البرطان محتاج مادة أسمها البوتاسيوم بالنسبة عليها جدًا موجودة في الطفاح وانتي عارفها البوتاسيوم بيقلل ضغط الدم والناس المعرضين السن لو ضغط الدم بيعلها فكمية السوديوم في الأكل لازم تقل أو كمية ملح الطعام ونزود كمية البوتاسيوم اللي موجود في كل أنواع الفاكهة وكل موجودة معهوة الخضار يعني برضو بشي الموز وبس يعني دائما تفكيري الناس بوتاسيوم يعني موز لا بوتاسيوم يعني موز وتفاح وكانتالوب وبرتقان وخضار وكل حاجة مضادات الأكسادة اللي هو شيخوخة الخلايا اللي هو التجعيد تظهر السمرة في طاعة العين تراهو للجلد محتاج مضادات الأكسادة أكتر حاجة مضادة الأكسادة موجودة في الفيتامين ألف حيسمها البيتا كاروتين اللي هو في الجزر وأنا دائما حتى الناس اللي عندي معايا لازم جزره بين الفتر الغداء وجزره بين الغداء والعشر كبيتا كاروتين كأقوى مضاد الأكسادة وينع السرطانات الناس برضو بتكبر في السن معرض الأمراض اللي مش كويسة نتيجة خلل في جاز المناعة فأنا عايزة أحسن جاز المناعة منع للسرطان فأديد بيتا كاروتين اللي بديد دائما في تغزية النكحة شكرا ما بيخصوا لأربعين كتلا وشوف زي الفل برضو الله أكبر يعني أنا عايزة أتكلم معاه بس أكمل يا دفع طب أكبر فيتامين إي فيتامين إي من أقوى مضادات الأكسادة موجودة في البزور اللي بيطلع زي زي جين الأمح تمام بزور السمسم تمام الحاجات الزيتية مصادر الزيتية مهمة أولا ما أنت اسمها السيلينيا وما أنت اسمها الزينك والزينك ده مهم جدا جدا كأقوى عنصر مضادة للتهابات انت عارف كلها مبناء البناء في السن بيحصل تهاب المفاصل التهاب الأعصاب فمحتاج مضادة وانا مش هزي أقول التغزية أو الأكل خلو سبحانه وتعالى كنوز أكتر من الكينيا بتاعتنا موجودة في الليل بايت وزي تهاب فمادة الزينك موجودة في الحبوب الكاملة موجودة في البقليات موجودة في اللحمة موجودة في الخضار معايا موجودة في الشفان مادة الزينك مهمة جدا مضادة للتهابات مادة اسمها السيلينيا اللي كأقوى مضادة الأكسادة تمام موجود في الجنباري بس كمية معقولة موجود برضو في اللحوم الحاجات المهمة جدا التوم 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 عشان تعرف التوم بيقل كروسترول الدار بيوسع الشرايين مضاد طبيعي حيوي طبيعي جداً للمكروبات والفطريات تمام مهم جداً زيت السمك معايا ده ده ككاب سولادة اللي هو زيت السمك مهم أولاً اسمها كيوتين إنزاين كي اسمه كيوتين بيحسن عضرة القلب أيوة دين إيه معايا كيوتين موجودة في البرد وفي السمودة في اللحوم موجود في السمودة في الأسماك موجودة كيوتين موجود في السمودة حبوب الكامل تمام كمل أنا أخايفة أني أخلف في الحلقة لا 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 طب كمل أنت خاصة لا عايزة كمل يا دكتر طبعاً اللي بعيد عنه طبعاً أكلة المحفوظة حاجات المحفوظة كلها ناس كبار بيبقى في ناس بتصديم عليها مفيش أي كانز أو أي حاجات كله يحاول على قد منظر أكل طبيعي والحاجات الأكلات المحفوظة واللانشون والبصرمة وكلام ده كل طبعاً والأكلات برضو اللي هي الأحيات المدخانة قوية طبعاً يبعد عنها والحاجات طبعاً هي الأحيات المشبعة في الأكلات الدسمة برضو السكرات والحلويات يعني تعرفها الدول을 المشبعة بتدفعه كروسترول اسمه محمد السلسية هو تراجل السلسية اللي هو بيعني تسالوا شرعيين ببا يعني دايما نستفكرهم فين في الكولسترولي في حاجة أخطر منه اللي بيعني تنجع عن السكريات عن الكربوهيدات الزيادة عن السكر الزيادة طبعا فهي تكمل حتة دي